صوت مميز ذو نبرة متفردة تعرفه آدان الأطفال ولا تخطئه يوميا حين يناديهم كل صباح ليكتمعوا على حكاياته المسلية للصغار والكبر إنه صوت الإذاعي الكبير فضيلة توفيق والشهيرة بأبل فضيلة والتي توفيت اليوم عن عمر يناهز 93 عاما تاركة خلفها رصيدا كبيرا وهائلا من الحب والعرفان في قلوب الأسر المصرية أبدا لن تنتهي الحدوتة ولن تتوقف الغنوة التي أخرجت للنور خلاصة من أرق الأجيال الذين ترسخت في وجدانهم أجمل القيم وأسروا مصر بما اتدخروه من قصص صاغتها عبر صوتها الرخيم المميز الذي عشقته آذان الأطفال إنها المحامية فضيلة توفيق أو أبل فضيلة التي هجرت المحامة وكرست حياتها لتربية أجيال من الأطفال يدا بيد مع آبائهم وأمهاتهم فكانت دون مبالغة مدرسة للحياة وحمل كل من في ذكرته قصة بعينها سمعها من أبل فضيلة وظلت تؤثر في سلوكه وحياته ليس في طفولته فحسب بل استطاع صوتها أن ينفذ عبر المراهقة والشباب ويتخذ مكانا لا يدانيه مكان لصوت آخر ولدت فضيلة توفيق في الرابع من أبريل من عام 1929 بحي الظاهر لجد كان يجمع أحفاده ليقص عليهم القصص الديني مما أسرى خيال الطفل فضيلة لتؤدي دور جدها وتجمع أطفال العائلة وتقص عليهم قصص الفلكلور عملت أبل فضيلة في بداية حياتها في المحامة بمكتب حمد باشا زاكي وزير النقل أنذاك وبرغم أنه هو من اختارها لتفوقها فقد قرر أن يصرفها عن العمل ونصحها أن تتوجه للإذاعة حين قامت بعقد الصلح بين موكلين لديه وبالفعل دخلت فضيلة مبنى الإذاعة كمذيعة لنشرة الأخبار وتتلمزت على يد حسن الحديد وحسن خطاب وباب شارو الذي عملت مساعدة له في برامجه للأطفال ثم تولت مكانه رئاسة برامج الأطفال وقدمت برنامجها الشهير غنوة وحدوتة منذ عام 1959 لم تبرح أبل فضيلة موجات الأثير رغم عروض للعمل أمام شاشة التلفزيون إلا أنها تمسكت بمايكروفون الإذاعة لتتسلل لوجدان الأطفال عبر برنامجها الخالد غنوة وحدوتة إلى جانب صلاح جاهين مؤلفا لأغنيته والسيد بكاوي ملحنا ترحل هناك عن عمر يناهز 93 عاما تاركة ميراسا لا يقدر بثمن